السباق المعمودين فيه مع كل جيل كلماله يقترب مع مرور كل يوم وكل الشركتين المنافسة أخذوا طرق مختلفة للكشف عن المعلومات مايكروسوفت كانت سريحة عن جهازها وعلنت عنه من 2018 بينما سوني متحفظة وتعرف بأن اللاعبي متعطشين للمعلومات وبكل هدوء جلسين يوفروا لنا هذه المعلومات الكل كان متوقع بأن سوني رح تأخذ نفس الخطوات اللي سوتها مع البلاي ستيشن 4 لكن فجأونا بطريقة طرحهم للجهاز المختلفة في هذا الفيديو رح نعطيكم ونشرح كل المعلومات المتوفرة عن جهاز البلاي ستيشن 5 حتى الآن طبعاً أول شيء سوني كشفت عنه للجهاز هو شعار البلاي ستيشن 5 وهذا كان في مؤتمر سوني خلال معرض CES 2020 مثل ما تشوفونا قدامكم الشعار مألوف لأي شخص قد شاف شعارات الأجهزة السابقة للشركة والصراحة أحييهم على محافظتهم عليه لأن تصميمه كلاسيكي وأنيق لكن أول شيء طبيعي يخطر في بالي الكثير هو متى موعد صدور البلاي ستيشن 5 حتى الآن سوني متكتمة بخصوص موعد الإستار لكن عطونا موعد غير محدد هو موسم أعياد 2020 عادة أن الشركات تحب تطلق أجهزة الجيل الجديد في شهر روفمبر من السنة وطبعاً ما راح تتوفر طريقة تطلب فيها هذا الجهاز حتى يتحدد سعره وموعد إستاره وهذا يجيبنا للسؤال الثاني وهو كم بيكون سعر جهاز البلاي ستيشن 5 السعر حتى الآن ما تحدد لكن وضعت سوني بأن سعر الجهاز بيكون جذاب لللاعبين وطبعاً ما نتوقع يكون سعره مرة مرتفع بحيث بالجيل الماضي إكس بوكس وون كان أغلى من البلاي ستيشن 4 بحدود 100 دولار وهذا خلى الإكس بوكس يعاني لي فتو طويلة حتى خفضوا سعره وهذا غير بأن سعر إطلاق البلاي ستيشن 3 كان مرتفع بزيادة وهذا خلى الجهاز يعاني في أول كم سنة من إطلاقه وهذا قرس الشركة لدرجة سعر يخافون من الرقم 500 نجي الآن لمواصفات جهاز البلاي ستيشن 5 هذه كانت أول الأشياء التي شركتنا فيها سوني بشكل واضح للجهاز هو بيحتوي على معالج AMD المبني على نظام الجيل الثالث من معالجات Ryzen اللي فيها ثماني نواه من Zen 2 Core وهذا يساعد الجهاز لدعم للعاب حتى 8K بينما كرت الشاشة فهو من نوع Radeon Navi مصنع بشكل مخصوص للبلاي سيشن 5 ورح يدعم أحدث التقنيات مثل Ray Tracing اللي الكثير سمعوا أنها تقنية جديدة في اللضاءة إلا أن المهندس مارك سيرني يقول بأنهم برضو رح يستعملون هذه التقنية لدعم أصوات ثلاثية الأبعاد في الفترة الحالية أي جهاز بدون وحدة تخزين داخلية ما لا فائدة عشان كذا سوني حرصت في تقديم ذاكرة تخزين SSD داخلية خاصة في الجهاز وهذا بيخلي شاشات التحميل في الألعاب أسرع والألعاب تقدر تتحمل تواجد مجسمات أكثر على الشاشة هذا غير أن الشخصيات والكاميرا تقدر تتحرك بشكل أسرع في عالم اللعبة لأن البياء من حولك يمديها تتعالج وتظهر لك بشكل أسرع من أي شيء شفناه من قبل وأخيراً ذاكرة التخزين الداخلية رح تساعد وتسريع أوقات التثبيت للألعاب والتحديثات طبعاً نقدر نوسع مساحة التخزين عن طريق شراء ذاكرة تخزين NVMe SSD لكنها ما رح تعمل بنفس كفاءة الذاكرة الداخلية وسوني قالت بأنه لما يصدر الجهاز رح يشاركونه بقاعمة الذواكر الخارجية الأنسب للجهاز وآخر شيء بنتكلم عنه في المواصفات هو بأن الجهاز رح يكون فيه قارة أقراس وهذه الأقراس من نوع بلوراي المساحتة هي 100 جيجا بايت هذا غير أن الجهاز يقدر يشغلك الأفلام ببلوراي 4K سوني قالت بأنه واجهة المستخدمة رح تكون مختلفة وبتوفر طرق سهلة بحيث تقدر تشوف وش فيه ماتشات أونلاين من قبل ما تدخل اللعبة وإيش هي مهمتك القادمة في اللعبة المعينة بدون ما تشغل اللعبة بحيث كل شيء بيكون لك بايت من القائمة الرئيسية قبل ما تشغل اللعبة نفسها نقطة أخرى مهمة وهي هل البلاي ستيشن 5 بيقدروا شغل علعاب البلاي ستيشن 4؟ وضحت سوني بأن البلاي ستيشن 5 بيدعم علعاب البلاي ستيشن 4 لكن ممكن لها بحيث قالوا بأن أكثر مئة لعبة البلاي ستيشن 4 يتم لعبها حاليا على الجهاز رح تكون جاهزة للعب على البلاي ستيشن 5 يوم الإطلاق وفريقة تطوير الجهاز جلسين يختبرون لعاب لعبة لعبة حتى يقدرون بدعم أكبر كمية من لعاب البلاي ستيشن 4 على البلاي ستيشن 5 وأيضا هذه الإلعاب رح تعمل على البلاي ستيشن 5 بشكل أسرع بفضل ذاكرة التخصين الـ SSD الداخلية الآن خلونا نجي للعامل الأهم اللي بتقعد تمسكه لساعات وأيام عديدة وهو اليد سوني مع كشفها اليد الدول سينس وضعت بأن هدفها مع تصميم الجديد هو إغمار اللاعب بإحساس اللعبة طبعا التصميم الجديد لليد جذاب وفيه اللونين الأبيض والأسود غير كذا فهم شالوا زر شير وحطوا بداله زر اسمه create لكن ما وضحوا حتى الآن مش الاختلاف اللي بيقدمه هذا الزر وهذه كانت أبرز الاختلافات المظهرية لليد الدول سينس تتميز بتقنيات جديدة الأولى هي الهابتك فيدباك اللي رح تحاول تنقلك اهتزازات واقعية مثل صدمتك بسيارة في لعبة رح تعطيك نوع اهتزاز مختلف عن نوع الاهتزاز اللي بتحس فيه لما تطلق نار ولا رح تتزحلق على لاعب في مباراة التقنية الثانية المثيرة هي أن أزرار الـ L2 والـ R2 بيكون فيها خاصية مقاومة بحيث المطور يقدر يبرمج مستوى مقاومة مختلف تحس فيه لما ترمي سهم أو كيف زر الـ R2 رح يقاوم ضغطتك لما تطلع من الشارع إلى طريق وعر الأشياء اللي ما تغيرت هي تواجد فتحة سماعة وبطارية اليد اللي يمديك تشحنها مثل أول لكن هالمرة بمنفذ USB-C حتى الآن سوني ما استعرضت ولا لعبة من تطوير فرقهم العريقة لكن شفنا قبل كم يوم ديمو مبهر للعبة شغالة على البلاي ستيشن 5 على محرك أنريل 5 وكانت الرسوم فيها واقعية ورضاءة مذهلة بينما للعاب الثانية فأتوقع نشوف ألعاب مثل FIFA و Call of Duty على البلاي ستيشن 5 والألعاب المؤكد على الجهاز حتى الآن هم لعبة Godfall وFortnite اللي رح تسمح لك في نقل تخزينك وأغراضك ومنافسة لاعبين البلاي ستيشن 4 غير هذه الألعاب عندنا Assassin's Creed Valhalla اللي بتصدر هذه السنة و EA أكدت تواجد الجزء الجديد من Battlefield على البلاي ستيشن 5 في 2021 حتى الآن هذه كل المعلومات اللي توفرت عن جهاز سوني القادم بشكل مختصر شاركونا بالتحليقات بأكثر الأشياء اللي متحمسين لها بهذا الجهاز كان معكم نواف النغموش ويعطيكم نافية على المتابعة ومع السلامة